أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن مشاركة الهيئة في فعليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 وتشارك الهيئة من خلال تنظيم جلسة نقاشية هامة بالمنطقة الخضراء تحت عنوان الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلسل الإمدادات العالمية الصديقة للبيئة ويشارك في الجلسة النقاشية الفريق أسامة ربيع ومجموعة من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي وصناع القرار بالمنظمة البحرية الدولية والخطوط الملاحية الكبرى